أكد المشاركون في نقاش حول موضوع المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة نظمة بالرباط على ضرورة دمجهم بعد الإعاقة في السياسات العمومية والترابية الهدف من هذا النشاط هو إعمال الحق للأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة السياسية يعني الهدف هو أننا نخلق واحد الفضاء للنقاش والتواصل بين الناخبين والمنتخابين يعني كل واحد يعبر الناخبين على الآراء ديالهم أو على الانتظارات ديالهم من الاستحقاقات المقبلة وأبرز المشاركون خلال هذا اللقاء أن الدمج بعد الإعاقة يجب أن يتم من خلال المشاركة الفعلية والمؤثرة للأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية المغربية كفاعلين نحن كمجتمع مدني يهتم بموضوع الإعاقة بغناء إطارة هذا الموضوع وإطارة هذا الموضوع من طرف أشخاص ذوي إعاقة باش أن المستقبل يكون أظهر لاش تنطلبوا أنه الإطارة دياله لأنه أولا كين 3 المليون ديال الأشخاص المعاقين بما فيهم الأشخاص المسنين وهذا في الحقيقة واحد الكتلة الانتخابية اللي لازم تكون عندها مكانتها وحسب المنظمين فإن هذا النقاش يتوخى إثارة انتباه الفاعلين السياسيين حول أهمية مراعاة توصيات جمعيات المجتمع المدني في برامجهم السياسية وكذا ضرورة إدماج حقوق المواطنين ذوي الإعاقة في هذه البرامج من أجل ترسيخ الديمقراطية التمثيلية وتوسيع قاعدة مشاركة المواطنين والمواطنات في الانتخابات تصويتا وترشيحا